السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الدرس الخامس من سلسلة تعلم لغة إنجليزية من الصفر للمبتدئين إذا كنت تشاهد أول مرة درسا على قناتي فأنصحك بالبدء من الدرس الأول لأن دروس هذه السلسلة مترابطة فيما بينها سأضع الرابط في صندوق الوصف إذا كنت تريد تعلم لغة إنجليزية والتحدث بها بطلاقة فابدأ الآن واشترك في القناة وفعل الجرس لسلسلك كل الدروس ولا تنسى أن تضغط لايك إذا أعجبتك طريقتي في الشرح والآن نترككم مع الدرس بالإنجليزي إذا أردت أن أقول إنني أفهم أو أنا أفهم أقول ردد معي جيد أعني أنا أفهم أو أنا أتفهم أتفهم وأفهم هي أنا أفهمك أنت كيف أقول أنا أفهمك جيد أعني صيغة النفي باللغة الإنجليزية أقول أعني إذا أردت أن أنفي I understand أقول I do not understand أنا لا أفهمك I do not understand you هناك صيغة مختصرة للنفي هي I don't أنا لا أفهمك بالصيغة المختصرة أقول فكر قليلا ممتاز I don't understand you I don't understand you لحظ بسرعة المحادثة العادية حرف T أو الصوت T في آخر كلمة I don't لا أنطقه وخففه قليلا فأقول I don't understand you I don't understand you كأن T في آخر كلمة I don't غير موجود سأقول ببطء I don't understand you ردد معي I don't understand you بسرعة أكثر I don't understand you I don't understand you جيد لماذا لماذا بالإنجليز هي Why ردد معي Why الآن أريد أن أقول أنا لا أفهم السبب أو أنا لا أفهم لماذا أنا لا أفهم لماذا فكر قليلا أحسنت I don't understand why I don't understand why Why هنا تعني لماذا أو تعني السبب أنا لا أفهم السبب حرفياً أنا لا أفهم لماذا I don't understand why بسرعة أكثر بسرعة أكثر ألغي T في آخر كلمة don't وأقول I don't understand why I don't understand why جيد تذكرون كيف أقول أنت هنا أو حرفياً أنت تكون هنا رأيناها في الدروس السابقة جيد You are here You are here بمعنى أنت تتواجد هنا You are here الآن أريد أن أقول أنا لا أفهم لماذا أنت هنا أذكركم ممكن توقفوا الفيديو لتفكروا في الإجابة ممتاز I don't understand why you are here I don't understand why you're here حاول تردد معي بصوت عالي هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن تحسن وتطقن طريقة النطق I don't understand why you are here أحسنت تذكرون كيف أقول أنا أعلم I know جيد I know لحظوا الكي في بداية كلمة no لا ينطق I know وليس I know I know الآن كيف أقول أنا أعرف لماذا أو أنا أعرف السبب تفكر قليلا ممتاز I know I know why I know why I know why سهلة أنا لا أعلم أو أنا لا أذري هي تذكروا صيغة النفي جيد جيد I don't know I don't know ممكن أن نقول أيضا I do not know I don't know أنا لا أعرف لماذا أو أنا لا أعرف السبب هي فكر ممتاز I don't know why I don't know why I don't know why ممتاز الآن كيف أقول أنا لا أعرف لماذا أنت هنا أفكر قليلا أفكر قليلا جيد I don't know why you are here I don't know why you are here جيد إذا وجدتم صعوبة في نطق بعض الكلمات أن تتركوا لي تعاليق فيها كلمات الكلمات التي تجدون صعوبة في نطقها وإن شاء الله سنحاول أن نتدرب على نطقها سويا إن شاء الله في بث مباشر في الأسبوع القادم لنتابع الدرس أريد أن أكون هنا أريد أن أكون هنا جيد I want to be here أحسنت الآن كيف أقول أنا أريد أن أكون هنا أذكركم أنا أريد I want رأيناها في الدروس سابقة أريد أن أكون هنا جيد I want to be here I want to be here ردد معي I want to be here بسرعة المحادثة العادية أقول I want to be here I want to be here أو بالعامية الأمريكية نقول أيضا I want to be here I want to be here من سرعة الكلام أصبحت I want to be here أذكر أن هذا فقط في المحادثة عند الكتابة نكتب I want to be here I want to be here ردد معي I want to be here جيد الآن أريد أن أقول أنا لا أريد أن أكون هنا منتاز I don't want to be here I don't want أنا لا أريد I don't want to be here أقول جملة بسرعة أكثر كما ذكرنا في السابق I don't حرف T أخفف قليلا أو لا أنطق تماما أقول I don't want to be here I don't want to be here I don't want to be here أو I don't want to be here I don't want to be here ردد معي I don't want to be here كأن T غير موجود I don't want to be here جيد تذكرون كلمة في الواقع؟ رأيناها في الدرس سابق جيد Actually في الواقع أنا لا أريد أن أكون هنا Actually I don't want to be here Actually حاول أن تنطق Actually بتضخيم Actually وليس actually Actually I don't want to be here I don't want to be here أو I don't want to be here فعل أخبرة يخبروا باللغة الإنجليزية هي To tell To tell ليس to tell وإنما to tell To tell جيد أنا أخبرك بالإنجليزية فكر قليلا أحسنت I tell you I tell you الآن كيف أقول أنت تخبرني أنا ممتاز You tell me You tell me بصيغة الأمر أخبرني أقول Tell me Tell me أحدث الضمير Tell me لا أقول You tell me أقول فقط Tell me You tell me أنت تخبرني أخبرني بصيغة الأمر أقول Tell me ردد معي Tell me ممتاز الآن هيف أقول أخبرني لماذا أنت هنا أو قل لي لماذا أنت هنا فكر جيدا أحسنت Tell me why you are here Tell me why you are here أو بالصيغة المختصرة أقول Tell me why you're here Tell me why you're here جيد مجددا أنت هنا هي You are here الآن كيف أسأل هل أنت هنا تذكرون معي في السؤال الضمير يصبح مكان الفعل يعني أبدأ بالفعل ثم الضمير فأسأل هل أنت هنا Are you here Are you here كما رأيتم أبدأ ب Are you أبدأ بالفعل ثم الضمير Are you here جيد الآن كيف أسأل لماذا أنت هنا فكر قليلا ممتاز Why are you here Why are you here في السؤال يجب أن أبدأ قطعا بالفعل ثم الضمير شخصي Why are you here وليس Why you are here Why are you here الآن معنا جملة أصعب نوعا ما أخبرني لماذا أنت هنا فكر أحسنت Tell me Why are you here Tell me Why are you here كما رأيتم عندما أقول أخبرني بصيغة الأمر أحدث الضمير شخصي فأقول لا لا أقول You tell me أقول Tell me Why are you here جيد في الإنجليزي عبارة علي أن للتعبير عن الإجبار أقول I should هناك طرق عديدة ولكن من أهمها ومن بينها I should I should لحظه هنا لك L في الحرف ما قبل الأخير I should لا ينطق لا أقول I should وإنما I should ردد معي I should يجب علي أو علي أن الآن كيف أقول يجب علي أن أذهب الآن رأينا فعل الذهاب في الدروس السابقة ممتاز I should go now I should go now الآن يجب عليك أن تذهب الآن فكر قليلا أحسنت You should go now You should go now باللغة الإنجليزية كلمة فورا أو على الفور هي ردد معي immediately 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 الآن يجب أن تذهب على الفور يجب عليك أو عليك أن تذهب على الفور كيف أقول ذلك بالإنجليزي؟ ممتاز You should go You should go immediately You should go immediately ردد معي بصوت عالي You should go immediately أحسنت أحسنت فعل المغادرة غادرة يغادر هي to leave to leave رجاء حاول تنطق ل مع التضخيم to leave وليس to leave to leave الآن كيف أقول يجب علي أن أغادر يجب علي أو أن أغادر أو ينبغي علي الإنصراف فكر قليلا ممتاز سهل جدا I should leave I should leave يجب علي أن أنصرف I should leave الآن يجب أن أغادر الآن أحسنت I should leave now I should leave now أنا لا يجب علي أن أغادر الآن لكي أنفي لا يجب علي لا أقول I don't should لا أقول I shouldn't I shouldn't تذكر جيدا I should I shouldn't لا يجب علي المغاذرة الآن I shouldn't leave now I shouldn't leave now الآن يجب أن تغادر الآن أنت أو أنت You should leave now You should leave now هل كانت إجابتك صحيحة؟ ممتاز الآن يجب أن تغادر على الفور يجب أن تغادر على الفور فكر قليلا جيد You should leave immediately You should leave immediately فعل بقى يبقى فعل البقاء هو to stay to stay البقاء في مكان ما to stay أو البقاء على حال ما to stay يجب أن أبقى هي يجب علي أن أبقى فكر قليلا أحسنت I should stay I should stay الآن كيف أقول لا يجب أن أبقى أحسنت سهلا جدا سهلا جدا I shouldn't stay here I shouldn't stay here ممتاز لكي أقول أعتقد أعتقد بالإنجليزي أقول I think I think ردد معي I think لاحظوا هنا I think كأنه حرف الث الث بالعربي I think أنا لا أعتقد هي I don't think I don't think بسرعة المحادثة العادية لا أنطق ت في آخر كلمة I don't فأقول I don't think I don't think لاحظوك أنه T في آخر الكلمة غير موجود I don't think ردد معي I don't think أحسنت الآن كيف أقول لا أعتقد بأنني يجب أن أبقى فكر قليلا ممتاز I don't think I should stay I don't think I should stay ردد معي I don't think I should stay بسرعة المحادثة العادية أقول I don't think I should stay أنا لا أعتقد أنني يجب أن أبقى الآن كيف أقول لا أعتقد أنه يجب عليك البقاء فكر قليلا جيد I don't think you should stay I don't think you should stay معنا الآن يجب أن تغادر الآن يجب أن تغادر الآن تذكروا فعل المغادرة هو to leave you should leave right now ممكن قول you should leave now ولكن لما أقول right now أؤكد على الآن الآن وفي هذه اللحظة you should leave right now هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت الآن كيف أقول في الواقع يجب أن تغادر الآن تذكروا كلمة في الواقع شفناها في الدرس سابق هي actually إذن actually you should leave right now actually you should leave right now كان هذا هو درسنا لليوم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة